اهلا وسهلا فيكم من القناة رافي 11 كتشين تيوب طمنوني عنكن ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب اليوم الفيديو عبارة عن ملوخية اليابسة الوراء تمام ورح نعمل جمب منهم كمان برضو جاج بمر او ريز انا عندي هون كلتهم منظفتهم بالخل جاهسين عندي عندي توم وبصلي نعمة ونصب بصلي بدنا نحطهم هلا للجاج عندي اللي بها ردي حطهم طبعا للجاج زنجبيل وهي الناعم حبات كمان برضو من الهي وراء الغار وارفة وكمان عندي للملوخية بدي حط كزبرة يابسة عندي معلقة كبيرة هون من الكزبرة اليابسة عندي ملح وفلفل طبعا هلأ بدي حطهم للجاج يعين بس لحطة يستوهم عندي كمان برضو هون عصفر معلقتين كبار ويلا خلونا نبلش بالوصفة فورا اول شي بدي اخذ الملوخية اليابسة وحط عليها مي دافية تمام هيك نعاق وغرق هاللملوخية كلها بهالميات حتى عندي الملوخية تطرة تماما بعد منها رح نجيب طنجرة ونحط بقلب منها زيت وانتي اللي بتفضلي زيت او سمن حنحط اول شي البصل الناعمة رح نقليهم بس تبلش هيك تزهر على الخفيفة عندي رح نزل فوق منها الجاش كلاته بدنا نحمره على الجهتين هيك بتسرع يعني الاستواء وحتى وقت سبحان الله بتتحمر الجاش كلاته مع بعض البعض رح تصير عندي يعني ما عدت تطلع زفرة على الصطفة لتطلع تصير زفرة بعد ما نحط المي الصخنة عليها وقطيب يعني حسيت الجاش بالتحميس قطيب مع انه هيك فورا تحطي وتسلقيه بالمي جاربي هالنكهة وشوفي كيف رح تطلع معك نحن لما حطينا البصل الناعمة حتى بتروح الزفرة تبعي الجاج وهيك كلاته نحطيتهم بعد ما تقلبوا على الوجهين حطيت فوق من النون الهيل المطحون والزنجبيل المطحون الهيل الحب الارفة الورق الغار حبات الهيل يعني المطيبات مت ما نحنا منقول عندي هون المي الصخنة حطيتها نطرته لحتى بلش يطلع عندي زفرة يعني تطلع شي بسيط احيان ما بتطلع ابدا ابدا هو كلمة تقلق كلمة احسن بعد ما انشألت عندي الزفرة كلها تعا هو ما طلعت لكم غير شي بسيط نزلت حبيت البصل واللملوخية انا عندي هون باخده بهي الطريقة وبعصره بالمي من المي بالمرة على الاخر وبحطه عندي بالمصفاية يعني هلا لما بتنطبخ على فكرة الملوخية وهيك بتجربية رح تحسيك انك انت جابي ملوخية فرش يعني خضرة نحنا بننصف فيه على الاخر من المي مشان ما اه هيك تصير تخيط نحنا منقول رح نحط عندي بالمقلاي هون او بالطنجرة سمنة رح نزل التوم فرمت انا طبعا توم شوي هيك شرحات رح خلي تتحمص عندي شوي به السمنة بنطبخ طبعا هلأ هون شو الملوخية يعين بعد ما تتحمص عندي هالتومات هون شوف شو رح ننزل هلأ الكزبرة اليابسة يعين الكزبرة اليابسة مع التومات بتتحمص عن جدف مباشف بتطلع الريحة الطيبة ومع الملوخية بتجي غير شكل طبعا انا هلأ بدي طبخ الملوخية شو بمرأة اللحمة هاي الملوخية الي صفيناها بدنا نصير نقلبها يعني كما نحط شوية ملوخية بدنا نقلبها عالغاز ونحمصها رح نقلبها شوي هلأ عم تتحمص بها السمنة وبهالتوم والكزبرة اليابسة وهي الملوخية كتير طيبة وخصوص هلأ بهالشته بعد ما تحمصت عندي شوي رح نزل فوق منك مالة الملوخية الي ضلت عندي اوكيد كمان نرجع عرض نقلبهون شوي لحتى يتحمصوا عندي الملوخية بهاي الطريقة وانتي ازا على حسب كمية الملوخية الي عم تستخدميها ازا لأتي معلقة السمنة قليلة فينك تحطي معلقة تانية سمنة لانه الملوخية ما بيطيبة غير هيك الدسم رح ناخد هلأ من مرأة الجاج الي عم تنسلق عندي ونحط فوقها الملوخية يعني رح نطبخ الملوخية بمرأة الجاج والجاج شيوم ان شاء الله بيطبخ لكم ياها بطريقة تانية كمان رح تجربوه رح تلاقوه كتير طيبة بإذن الله هلأ اه حطت عندي هيك مرأة الجاج رح نقلب شوي هلأ ملوخية مع بعض ونغطيه ونحطه على نار هادية اوكي الملوخية بده تكون نار هادية وكل تقريبا شوي يعني بدنا نحط لها مرأة الجاج عفوان لحتى نشوف كيف بتطلع معنا الملوخية هاي تقريبا بعد بربع ساعة من لما حطيت الجاج عندي على النار رح نزل عليه الملح والفلفل الاسود هلأ مرأة الجاج صارت كلها تشوف فيها ملح لهيك رح حط للملوخية بس نص معرأة ملح ما رح كتير ليش لأنه نحنا عم ناخد اصلا مرأة من الجاج عم نحط للملوخية لها السبب نحنا ما كترنا ملح على الملوخية حتى ما تطلع مالحة هالله هالله على الملوخية مين بيحب الملوخية الوراق اللي لسه ما جربها عن جدي جربها ويعطني رأيه طلعت جاج عندي انا هون بعد ما استوى وبعد منها حطت لكمالة الجاجات انا عندي هنيك عصفر طلعت الجاجات هذين كلها الملوخية اوكي هون حطيت توم هروس كمان للملوخية لأنه هي الملوخية اصلا ما بيطيبة الا التوم رح قلب تقليبتين لحتى تطلع النكهة كلاتها عندي يا عين وهي الجاجة اللي طلعتها اول شي رح نزله فوق الملوخية طبعا الجاج انا شلت منه العظم تمام رح نجي هون الكذبرة الخضرة انا هاي الكذبرة كنت حاططها بالفريزة لما بجيب كميات كبيرة بفرما وبنشوفها وبحطها بالفريزة ولما بدي اطبخ شي بالكذبرة بطالعها قلبتهم بالملوخية وشوفوا هيك النتيجة بتكون جاهزة عندي هيا الرز المفلفل الجاجة المرأة الملوخية وبدنا ما ننسى الليمون لان نقطيب الشي مع الجاجة المرأة واللملوخية نحط الليمون وطلع غير شكل ما تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب حبكم كثير باي باي